اشتركوا في القناة دعونا نقترب أكثر من هذه المنطقة الخطرة ونتعرف أكثر على هذا المفاعل بدأ العمل في هذا المفاعل في العام 1974 إبان حكم الشاه بمساعدة ألمانية لكن بعد الثورة الإيرانية في عام 79 توقف المشروع وانسحبت الشركة الألمانية ثم جاء الروس واستؤنف البناء في المحطة عام 1995 حيث كان من المقرر أن يدخل الخدمة في العام 1999 إلا أن مشاكل تقنية ومالية وسياسية أدت إلى تأخير ذلك لأكثر من عشر سنوات ليفتتح رسميا في سبتمبر 2011 المفاعل يوفر قرابة عشرة في المائة من استهلاك إيران من الطاقة الكهربائية بداية هذا المبنى الدائري هو مفاعل القدرة المائي VVER أحد أنواع مفاعلات الماء المضغوط وتم تطويره من قبل الاتحاد السوفيتي سابقاً وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو ألف ميجاوات هذا المبنى المجاور يتبع لخدمات المفاعل والمبنى الذي يليه خاص بالنفايات النووية الصلبة بينما يوفر هذا المبنى الخدمات الكهربائية هذا المبنى هو مبنى التغذية بالمياه في الحالات الطارئة وهنا يوجد مبنى المحرك التوربيني مفاعل بوشهر مشاهدين كحال أي مفاعل في العالم يمثل خطراً ولا يمكن ضمان وقوع حوادث أو تسرب إشعاعي خاصة مع قدم مرافق المفاعل وغياب الصيانة الدورية فضلاً عن شكوك بشأن معايير السلامة مفاعل بوشهر شهد أزمات وحوادث تزيد من مخاطره ففي ديسمبر 2012 سقطت أجزاء من وعاء المفاعل وفي إبريل 2013 ضرب منطقة بوشهر زلزال بشدة 6.3 على مقياس ريختر كونه يقع على خط زلزالي نشط ما أثار مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي قد يعرض منطقة الخليج العربي إلى خطر جسيم كون بوشهر أقرب إلى الكويت منه إلى طهران وفي نوفمبر 2016 فقد جهاز إشعاعي من المفاعل وأثيرت مخاوف من تهريبه ترجمة نانسي قنقر